بكرة مباراة الأهلي مع طلاع الجيش وهل شايف أن المباراة اللي بيأخذها النادي الأهلي في الدوري هي مباراة تحصيل حاصل ومباراة لتأكيد حسم بطولة الدوري مش أكتر وفي نفس الوقت هي بروفة أخيرة لمباراة الوداد المغربي ونمكين مبارتين لا وخلينا أقوله كمان أسلام ممكن هو بالراجل بيجرب أكتر من طريقة أنه يلعب أو يجاز اللعيبة كلها ويحط اللعيبة كلها على قبة الاستعداد ودلي شفناه النهاردة شفناه أن الراجل كان بيلعب بكم النجوم ومحمد يعني محمود متوالي النهاردة بيرجع بشكل كويس النهاردة تحس أن النادي الأهلي كمان بيلعب أسلام بيلعب بمزاج ما عندهش ضغوط ما علوهش يعني ضغط كبير جداً خلاص خلص البطولة الدوري وحسامها بشكل كبير جداً هو يمكن زي ما أنت قلت أن دي بروفة للمطشاط اللي جاية بتاعة الوداد البيضاوي اللي أنا باعتبره أنه نهائي مقرر بين الفريقتين لكن الحظ أن ينقذه أنه فيه مباراة هنا ومباراة هناك مش مباراة واحدة أني أنت هتلعب مباراة هنا أعتقد إن شاء الله أنه أتمنى ناد الأهلي يحسنها بشكل كويس جداً نهاردة بعد أن ناد الأهلي عنده أكتر من اللعيبة أسلام جاهز وبشكل كويس جداً شوفناه نهاردة تقلق أكتر من اللعيبة تحس ان اللعيب اسلام عايزة تغل اللعيب اللي مش هيقدي بشكل كويس جدا مش هيلعب مع الراجل ده اللعيب اللي مصاب مش مكتمل شفاء ومش هيبقى مكمل مع الراجل ده الراجل بيكتشف بعض المراكز فيه لعيبة تطورد بشكل كبير جدا مع مستر كورر بشكل كويس فاتمنى ان شاء الله ان انت كل ده ان اللعيبة تركز في مبارات الوداد المغربي ان انت تكسب هنا ان شاء الله بنتجة كويسة